في تطور جديد تشهده مجريات معركة الموصل، ظهر قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني لقيادة حركة النجباء التابعة لميليشيات الحجر الشعبي في المحور الغربي للموصل، بطلب من رئيس الحكومة حيدر العبادي، ما يعني أن مشاركته باتت علنية. رغم وعود القائد العام للقوات المسلحة بأن دور الميليشيات سيقتصر على مساعدة القوات الأمنية بسبب الرفض المحلي والدولي، لكنهم تحركوا بشكل منفصل إلى المحور الغربي من الموصل بعد أيام من انطلاق المعارك. مشاركة سليماني اليوم تجيب عن جميع التساؤلات التي سبقت معركة تحرير الموصل عن الدور الإيراني والصمت الذي تبعته طهران بالتزامن مع تصاعد التوتر الذي حصل بين العراق وتركيا والملاسنات المتبادلة بين حيدر العبادي، رئيس الحكومة والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. واليوم يتبين الدور الإيراني بوضوح بعد إعلان قائد حركة النجباء ترأس سليماني للميليشيات. هذه تطورات دراماتيكية تأتي بالتزامن مع بدء قوات البشمرق الكردية صباح اليوم عملية عسكرية من ثلاثة محاور لاستعادة مركز ناحية بعشقة وبعض القرى المحاصرة التابعة لها من التنظيم بغطاء جويا من مقاتلات التحالف الدولي. في مؤازات ذلك أقدمت القوات الكردية على تدمير منازل مئات العرب وترحيلهم من مدينة كاركوك وعلى ما يبدو أنها عمليات انتقامية للرد على هجوم شنه التنظيم في الفترة الأخيرة. مع خسارة الأخير لمنطقة حمام العليل وهي النقطة الفاصلة بين الموصل والقوات العراقية لجأ التنظيم إلى استخدام المدنيين دروعا بشرية لإعاقة تقدم القوات العراقية والتنقل بين أطراف المدينة عبر الأنفاق للقيام بهجوم مباغت. ومن ثم ينسحبون إلى أماكن مجهولة يتعذر على عناصر الجيش الوصول إليها. كما نشر التنظيم طائرات من دون طيار محملة بالمتفجرات واستخدم غازي الكلور والخردل في قذائف مدفعية طويلة المدى واستعان بقناصة على مستوى عال. فالتنظيم كان لديه فترة تصل إلى عامين لتجهيز دفاعاته ويقدر مسؤولون في الجيش الأمريكي أن هناك ما بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف مقاتل من تنظيم الدولة في الموصل. بالإضافة إلى ألف وخمسمائة مقاتل آخر من التنظيم قد يكونون بالانتظار خارج حدود المدينة.